وأنا في دماغي الآن من فترة طويلة أحب أعمل بس خطمة فقط والله العظيم ويمنعني خوف مصدومية الناس حين صدموا سأصدمكم أنا أعيدكم أنني سأصدمكم صدمة خوية حين سأتيكم بحديث في البخاري ومسلم وعن عودة عيسى وعن الدجال وغير الدجال وأرجوكم أصولها إيش في كتب اليهود والنصارى حين تنهبلوا أنتم كما هي تقريبا نفس المعاني نفس الأشياء وصيغة وبخاري ومسلم وقال لك متواثر خطع الله لسانك عودة عيسى متواثر تنكرها يا كافر والدجال متواثر متواثر الكتابيين كلها عقائد يهودية نصرانية أدخلت في الإسلام وهي عكس روح القرآن تماما عشان ما نطولش فهذه الضابطة اعتصبوا بها إذا مش بالهوى ومش على إردتنا لا 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 فيه تناقض وحاولنا نبحث عنه ونسأل علماء ما قدرواش يفكوه تناقض واضح صارخ نرده اثنين أحاديث تناقض الحقائق الكونية أو العلمية الثابتة حقائق حقائق ارمي ولا إياك أن تتكلف حتى الدفاع عنها وتشوى كما قلت وتسيء وجه نبيك وجه ايه نبيك يعني فيه حديث مثلا بظاهره بظاهره يقول لك أنه أين تذهب الشمس يا أبا ذر كل يوم حين تغرب الشمس أين تذهب اليوم لما نسأل ابني في صف خامس يقول لك بابا هي ما تذهب شو تذهب كلام هذا غلط ما تذهب الشمس الشمس ثابتة احنا الملذهب نبلف وندور وهذا خلص اه وطبعا نكيد بن قسين في عندكم المقطع اللي انتشر قبل كم من يوم على كل حال اه فقال حديث كذا قال لك اه تذهب تستأذي الربها قال الشمس لا تغيب هي لا تغيب اه تستأذي الربها وتأتي تسجد تحت العرش واضح أنه حتى الصيغة الإسرائيلية خرافات بني إسرائيل هذه اه الانشتاين الكريم اللي بيعرض للايه للكون عرضا لم يعرضه من قبل واحد قبل ألبيرت آنشتاين آنشتاين الوحيد من علماء الكونيات ومش عالم كونيات واصلا كان عالم فيزياء لكن كان عنده النظيم النسبية العامة تقريبا كلها في الكونيات آنشتاين فهمنا أن الكون كله في حركة دائبة مستخبة كل شيء بلف بلف حول محوري وحول محور ثاني وهذا بلف وهذا بلف كله في حركة لذلك لا يمكن إنك تقول إنه في حركة مطلقة الحركة كلها نسبية كل الحركات نسبية وطبعا مثل نسبية الفضاء ونسبية الزمن قصة كبيرة القرآن قال هيك كمان قال كل شيء يتحرك كل في فلك يسبحون وأنا مرة لما شرحت هذه الآية من سورين طويلة وجدت فيها محسنا بديعيا من أعجب المحسنات اسمه ما لا يستحيل بالعكس ما لا يستحيل بالعكس كلمة كل في فلك اقرأوها من اليمين اليسار هي كل في فلك من اليسار اليمين كل في فلك يعني شوف شوف العجزة الالهي يعني الله كانوا يقول لك فعلا كلها في أوربيت لأن الأوربيت نفسه لو قلنا بدع من هنا بدع من هنا ما فيش نفس الشي ما فيش تقلس تعين وكل هذا حرك كيف بتجيبه وتحرك يعني يقريها هي كل في فلك يقريها هي كل في فلك هي عجيب هذا كلام إلهي هذا مستحيل خطر على المحمد أن نعملها بالطريقة هذه يعني لا 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 الحالة جاء هي كل في فلك يسبحون فالله قهر الكون والوجود بإيه بتحريكه لا أحب الآفلين إبراهيم قال قال هذا هو قال ولا شيء في الكون ينفع يكون إله لأنه مقهور بماذا بالحركة طب هذا البرهان الإله البسيط الجميل أرسته هو الذي انتهى إليه كأقوى برهان لديها على إثبات الذات الإلهية اللي سماها إيش اسماها المحرك الذي لا يتحرك أرسته فيهم أنه كل شيء يتحرك لكن في نهاية المطاف لابد إيه أن يكون في مصدر للحركة كل الحركات هذه يعني كلامي هذا الآن بتكلم بالفضل الأشياء كثيرة منها الشمس أشعة الشمس لو ما في شمس وبعثت بالطاقة على الأرض والطاقة أخذها الحيوان وأخذها النبات وأكلت أنا النبات والحيوان ما يمكنني أن تكون حي وتكلم فكل شيء يعزى إلى شيء يعزى إلى شيء فقال كل حركة بعدها في الأخير لاابد أن نصل إلى مصدر الحركات وطبيعي أن يكون هذا المصدر لا يتحرك لأنه لو تحرك أريده المحرك فقال لازم في الأخير نصل للإله هو هذا الإله اللي هو لا يتحرك لكن يحرك كل شيء لا إله إلا هو ولأنه لو تحرك يريد أن يتحرك على محور معناه يريد أن يكون إيش إلو أبعاد في الزمان والمكان والمصحيح كلام فارغ لا يكون إله فالله قال هكذا الله قال كل شيء في الكون يتحرك ومعنا هو مخلوق إبراهيم تم إلينا عشان نفهم وقال لا يحبه الآفلين بتروح وتيجي بتتحرك وبتلف ما تكون إله إنت فإذا نعود نقول هذا الحديث أنا شمس تذهب وتستأذن وتبات تحت العرش تأخذ الآن الرسط أو الراحة تبعتها وبتصبح الصباح قال تستأذن ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها كلام فارغ إسرائيليات واضح أنه إسرائيليات وأمثال هذا كثير للأسف الشديد فعندنا ضوابط ضد العقل المحب في أشياء قوانين عقلية أنا بتحدث إن كلام بده تفصيل كثير جدا